اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا وحشني شريف قوي ما عرفش لو رحت وكلمت ووش الوش وعرفت ان انا المجهولة اللي بحبه وان انا اللي بسمعه في كل مشاكله هيعمل ايه شريف بسم الله ما شاء الله عليه امر وغير انه دكتور في الجمحة وعنده شركته الخاصة ممكن يبصلي بجمالي ده ضحكت هيبا ساعتها وقالت لي طب ايه رأيك اسأله انا اسأله عنه بس يعني من غير ما كنت صريحة اسأله من بعيد كده ايه رأيه فيكي ايه رأيه في جمالك ممكن يرتبط بكي ولا لا اسأله في كم حاجة وانا حاجة اقول لك كل اللي قاله ها او يا تتي حارن عليكي وخليكي تسمع المكالمة كلها ويهي ساعتها هتبقى انت عارفة راسك من رجليك سواء تفضل تحبي فيه او لأ وان شاء الله يكون معجب بيكي ردت بلحفة لان عايز اعرف شريف بيحبني ولا لا وقلت انا موافقة طبعا انا نفس اعرف هو بيحبني ولا لا واتفقنا ان هي هتروح عنده النهاردة فوالدته وهو سكنين معانا في بيت العيلة بيت العيلة مكون من ثلاث دوار الدور الاول انا والدي والدتي والدور التاني عمي ابو هبة وامراته وبنته هبة وكمان بنته نرجس اللي متجوزة وعايشة في الكويت مع جوزة والدور التالي لابن عم شريف وامه لان ابو متوفي كنت سعيدة جدا وبعد ما مشيت هبة ممكن شريف يحبني ولا لا ما هيحبنيش لاني مزيه في الجمال ولا حتى في التعليم فهو فهو معا كلية ادارة اعمال متقرج الاول على دفعته طول السنين اللي درس فيها في الجمع درجة انه تعين معيد على طول وبعدها فتح شركته الخاصة وبقى عنده شركة كبيرة وحتى افكر فيه كتير اه نزيت اعرفكم بالنفس انا ليلة متقرجة من حقوق شغالة في شركة ابن عم فتبع للشؤون القانونية شغالة معاه تحت ايد محام كبير جدا شغال عندي بحبه من وانا عندي عشر سنين ومن اول ما دخلته لحقوق بقيت رسله عن نت بس من غير ما يعرف هويتي وحبيته وتعلقتي بيه اكتر وهو كمان حبني وتعلق بيه بس ما يعرفش انا ميل كل ما يقوله على صورة اقوله بابا لو عارف حيز عقل كل ما يطلب ان احنا نتقابل ارفع محدش يعرف كل ده غير هي هيبه بنت عم وصحبتي من وانا لسه في الحضان وعارفة ان انا بحب شريف كتا وانت قاعدة مستنية مقالمة تليفونها وفعلة ايه تليفون رن برقم هيبه فتحت بسرعة وبكل لحظة وهنا بدأت اسمع كلامه اما فوق في شقة شريف ابن عم كانت قاعدة ليلة وبتسأله وبتقوله هيا يا ابن بقيت دكتور قددوني وعندك شركتك كمال مش نقود فرحنا بيك ولا خلاص انت عن نس ودورك عدة في الجواز ها يا لمدانتي لا يختم عن نس بس انا بحب واحدة من اربع سنين اتعرفنا على بعض من على طريق الناس وهي بالنسبة لكل حياتي على طول بنتكلم مع بعض بس نفسي اخرج او اشوفها مرة واحدة بس هي بتقولها ما تخلص كليتها لان باباها مانع اي حاجة من خطوبها او ارتباط بأي حد لحد ما تخلص عارفة مستنى اليوم اللي تخلص فيه علشان اروح اخطوبها كنت بسمع الكلام وانا محبسوطة باعترافه بحبه لي وهنا ازاك تهبه وعازت تعرف هو ممكن يحجبه واحدة بشكل ايه بتعليمي ولا لا ويساعتها قالت له ام يعني افهم من كده انت ما شفتي له الصورة خال طب بقولك يا دكتور افرت طلعت يعني شبه ليلة بنت عمنا هتفضل بتحبها ولا لا يعني اكمن ليلة يعني مش حلوة قد كده ولا شعر نام ولا حتى بشرة بيدة ولا عيون ملونة ممكن تفضل تحبها ولا لا وهنا كانت الصدمة لما رد عليها بسخرية وقال اعوذ بالله مش لقيا غير ليلة الليلة لا فيها شك ولا حتى تعليم عالي ليلة اللي اتخرجت من الحقوق بالعافية طب سيبيك من التعليم ها هتغضى النظر عنه بس يرضيك يبقى انا الدكتور شريف دكتور في كلية امشي بمراتي الكل اتريق علي يا بنتي ده انا في الشركة بسمع تريقة اموت على شكلها ولبسها وكمان ان هي مش حلوة زي بقية البنات تعرفي لو هي شبهك حوافق يا مشاعر ناعم انت وعملونة مش لقيا غير ليلة قال اقفلت وانا حزينة جدا حزينة لدرجة انه كنت موجوعة فضلت عيا لحد ما نمت وانتاني يوم لقيت جاية عندي هبة وقعد التواسي فيا وتقول انا حاولت ساعدك يا ليلة على قد مقدة لو كنت عرف انه هيكون رده كده كان زماني مرحتش ولا سألته انا كنت بفكر اقفل التليفون بس حبيت انه عرفت كل حاجة علشان تخرج من الوهم اللي انت فيه ومعايشة نفسك فيه انت ناس كتير او بتقدمولك مستواهم حل ما تقافيش على حد مش شايفك يا حبيبتي معاك حق مش لازمة نوقف حياتي على حد مش شايفتي طيب فقولك ايه انا تعبانة دلوقتي وعايز انام لاني عندي شغل عندي عيودات لشريف عايز اخلصها علشان اديها بكرة للاستاذ فريد المحامي يقدمها سيبيني دلوقتي عد شهر على اليوم ده وانا كنت بعيدة جدا عن شريف بدرجة اني فيها يام كتير كان بيوصلني فيها الشركة ويجبني بس انا بقيت ابر وشريف مش لاحص زيابي ولا حتى سألني بتروح وتيجي الشركة ازاي كأنه اصلا مش عايزني اروح وقاجي معاه كنت بحاول في الشهر ده اكون قوية لدرجة ان انا قفلت حسابي على الفيس خالص اللي انا كنت بتكلمه منه علشان قلبي ما يحنش ليه وارجع اضعف وكلمه اما بقى بالنسبة لهبة بهبة قربت منه وبقى اصحاب جدا والطول بيتكلموا ببعض وهبة استخدمت كل الكلام اللي كنت بقوله له يعني بحب ايه بروح ايه بيأكل ايه كل حاجة بينه وبينه في الشهاز كنت بقوله له استخدمتها لحد ما في يوم رحت له وقالت له اسمع يا شريف انا ما كنتش عايزة اقوله لسه انا بحبك من ولا صغيرة وانا شايفة دلوقتي انك مقرب منه انت مش ملاحظ يا شريف ان الحساب اللي انت كنت بتكلم منه البنت اتقفل من اليوم اللي انا جيت لك فيه هنا وسألتك عن مواصفات البنت لان الحساب ده كان ليه يا شريف انا كنت بكلمك لاني معجبة بيه وكنت عايزة اكون قريبة منك خفت اعترف بمشاعر دي تصديني ودلوقتي انت عارفت كل حاجة مستعد نكمل مع بعض ولا لأ اه شريف فرح جدا وقال لها بجد مش مصدق ان انت هي انا فعلا ملاحظ من سات مقربنا من بعض الشهر ده كأنك انت هي نفس البنت اللي كنت بكلمها كنت حاسس ان انت بس ما كنتش عايزة تكلم او اسألك لحد ما تأكد انا بحبك بحبك من اربع سنين موافقا نتجوز ونعمل خطوبة الاسبوع الجاوة على طول الجواز وفعلا وفقت هبة واشتغلت الزغريت في بيت عمي ابو هبة فامها كانت بالزغرة تفعل وسطها اني بنتها هتتجوز الدكتور شريف اللي معاه فلوس فبصراحة بيت عمي ابو هبة كله طمع حتى هبة بس ما كنتش عارف ان هي تسمع في حب حياتي اشتغلت الزغريت وامك هيت عارفة ان انا معجبة بالشريف بس ما تعرفش ان انا بكلمه واني بينه وبينه قصة حب طلعت على صوت الزغريت واسعتها لقيت امي بتقول لي عارفة انك حكوني مخنوقة ومدايق من لها تسمعي مني عارفة ان انت ممكن تندبح بالجوة بس لازم تعرف يا بنتي ان لو في خير لك وعمر مكان ربنا بعده عنك النهاردة يا بنتي شريف حيروح يتقدم لهبة وامرات عامك من شنبطلة الزغريت فرحونا ان الدكتور شريف حب بنتها فانت عارفة اهم حاجة عندها المال انا عايزاك يا بنتي تباني قوية ويتباني انك نسيت الحب اللي هو مش قدره انا عارفة انك بتحبيه بتحبيه من زمان بس هو عمره مقدر الحب ده هي بقى لازم تباني قوية علشان ما شامتيش حد فيك الخبر ويع على راسي زي الصعقة انصعقت قلب تنفق حتى يومها يخطب يخطب صاحبتي اختي اللي عارفة كل حاجة وهي وامها فرحانين وبزغراته للدرجاتي انا ما كنت شايفة حياتها للدرجاتي انا ما كنت شايفة قد ايه هي ممكن تدوس على مشاعري انصدمت انا كنت متوقع عنه في اي لحظة يخطب بس مش هيبة هيبة اللي عارفة كل حاجة هيبة اللي عارفة ان انا بعشقه هيبة اللي كانت دايما معايا وقت فرح وحزني بس قلت من اليوم ده اتوقع الغدر من اي حد ده هو بعد حب لي ووقفته جنبي هاني بالطريقة دي هيبة هتوقع ايه من هيبة اقعدت ساكتها وانا بحاول اقتم احزاني علشان زي ما امي قالت ما حدش يشمت فيا اما شاق الشريط خيات امه قعدة معاه هابلي ما ينزله تحت عند عمي ابو ليلة واتكلمت ام شريف وقالت اسمع يا ابني اسمع اللي هلهولك ده الصراحة بقى انا عمري برتحت اللي هيبة ولا لامه ولا لعمه اللي ماشي وراه البيت دي طمعانة فيك يا ابني طمعانة فيك وفي مالك البيت دي لو انت مش كنت دكتور ومعاندك الشركة عمرها ما كانت حتبصي لك البيت دي عشان ربنا رزقها بشوية جمال بصل فوق ومطلباتها فوق حتى لو انت قادر تعمل لها ده كله هي حتكون نمبر وان حياتها وتاخد اللي هي عايزة المصلحتها انا عايزة لك زوجها تهمها راحتك وتهمها ساعدتك ويهمها ولادك مش يهمها نفسها وبس انا ما بقولش حاجة كل واحدة يهمها نفسها والحاجة اللي هي عايزة هتاخدها بس في المقابل تدفع تدفع حب واحترام وتقدير زي زي اي زوجة بس المت دي مش هتريحك ولا هتعمل كده رد شريفة على امه وقال لها يا امه انا وهي بنحب بعض من اربع سنين وهي كانت فهماني وفهمة كل مشاكل وكانت على طول معاي بس ما كانتش مستعدة ان هي تاخد الخطوة ان انا وهي نعترف للكل ولما خلاص خطت الخطوة دي مش مستعدة اختارها لاني بحبها جدا وبحب فرأيتها معاي بتريح بالله عليك يا امي خليني سعيد ان هياخد حب حياتي وفعلا قروا الفتحة ويجا يوم الخطوبة وكنت لازم احضر علشان ما حدش يشك في حاجة وانا قاعدة مع مرات عمي امي شريف وامي كنا عادين بنتكلم في الخطوبة كانت مرات عمي مش مرتاحة وقالت بالصدفة ان هي حاولت تمنع الخطوبة بس شريف مصر وبقول ان هما بقالهم اربع سنين بيتكلموا بيحبوا بعض بس مش كانوا معرفين حد اللي حد ما تقدر هبة تاخد قراره انسى ضمد انصدمت وانا قاعدة بقيت ببص الهبة مش مصدقة بقى هي فرحانة واخد كل حاجة مني بقى هي استخلص صداقتي علشان تسلبني اكتر انسان بحبه انصدمت جدا وقررت من اليوم ده ان خلاص ما عادش بيني وبينها صداقة ما عادش بيني وبينها كلام واجهلتها وهي كأنها سابن زي ما صدقتي بس عد شهر وكان ملاحظ شريف اني مش هي نفس البنت اللي كانت بتكلمه مش نفس الطباها مهي مش معقول هتسرق كل حاجة حتى طباها وكان في يوم بيكلمها وهو في قطه بقول انا عايزة اعرف فيه ايه من ساعة الخطوبة وانت على طول متضايق او زعلانة عايزة اعرف ايه اللي مزعلي هو انا عملت حاجة دايقتك حسك مختلفة معايا في التعامل وفي التعبير وفي كل حاجة في ايه يا بنت الناس لو انت مش مرتاحة في العلاقة وعايزة تاخذ فترة اطول ما عنديش مانع بس ان انت تعملي كل ده وتبعدي ومشاكل كل شوية من غير سبب ساعات بصراحة بشقي فيك يا هب انك مش نفس الشخص اللي كنت بتعامل معايا بصراحة انا زعلانة منك المفروض يعني لو بتحبيني بجد كنت تجيب لي حاجة قيمة في الخطوبة مش تخلي والدتك تنزل معانا واطنق طقم دهب عادي ايه سبعين الف جنيه هو حبي ليك سبعين الف جنيه انا كل صحابي بيجي له اطقم الماض يا خي طب حتى كنت تجيب لي خاتم اقسورة مش عايزة طقم كام بس انت استخسرتهم في علشان كده انا زعلانة ومتضايقة استغرب شريف جدا فهي على طول كاتت بتكلمهم وان هي ما عندهاش اهتمامات بالحاجات دي ولا حتى عندها صحاب بجيبوا حاجات زائدي ولا عندها صحاب كاتت بتقوله ان هو رفقها منين بتقوله ان عندها صحابه بجي لهم كده واتكلم وقال انت بتقول لي ايه يا هيرب انت عمرك ما كان عندك اهتمامات بالحاجات دي ده نايمة عرضت عليك في عيد ميلادك لما كنت بتقوليلي ان ابعتلك هدية online او حتى ابعتلك مبلق قال احتابك علشان تجيب هدية ترفضي وتقولي انك مش عندك الاهتمامات دي فعندك كلمة بحبك واني كون انا ملكك بالدنيا كلها في ايه بالظبط مش بقولك تباك متغيرة في ايه ولا على رأي يومي ضمنت ان انا معاك فعايزة تباني كل حاجة بقى وتبينيلي قد ايه اني لازم اهديك بالقلمزات والده دهدية وبدام انا مش جبتها المفروض مش تطلبيها وبعدها افعل في وشها مش استنى منها ردة او اعتذار وقعد وكلم نفسه وقال بقى اني غلطت غلطة عمر اني ما سمعتش كلام ام واني هي قالتلي ان البناء ادمى دي مش بتحبيني بس ازاي اربع سنين بتديني فهم كل حاجة معقول ما تكونش هي بس ازاي ده عارفة حاجات انا بس انا وهي اللي كنا بنتكلم فيه انا ما انتش عارف مالي ما انتش عارف مالي وفي ايه بالظبط بس اللي انا حاسه اني بقيت مخنوق منها ومن الخطوبة دي ومش عايزة كامل اما بقى في شقة هبة فكانت قاعدة جنب والدتها اللي سمعت المقلمة وقالت لها والدتها بزعق وطمع اذا عليك بايه يا بعيد اقول عليك ايه حمارة ما بتفهميش نحنا بقاننا اربع سنين بنخطط بنتك علشان تاخدي مكان مقصفة تديلة اللي اسمها ليلة وانتي من اول شهر خطوبة يتخلي يقولك ان فيه غلط وانه امه كان معاها حق ما زمن المفهماك ان احنا طمعانين في القرشين اللي حالته اقول عليك ايه مش عارفة السيريه لحد ما تتجوز وتتمكني من كل حاجة وساعتها تاخد اللي انت عايزاه طمعك عايزك من دلوقتي نازلة طالعة واكلة مش عاجب الصقم الدهب اللي بسبعين الف هو من يخطن ان صحابك ايجاله حتى دبلوخات ده كلهم معنسيه كلهم بيحسدوك دكتور وعده شركة لا انا لها بأمراتك وبنت عامة عايزة عربية لا انا عايزة مش عارفة ايه مش قلتلك خف طلباتك وخف حاجتك علشان امه بيسمع كلامها وزمانه هيشكتي فيك لحد ما تتجوز وبعدين نفضيه وانا الفضل اللي خلفته كمان ردت هيبا بطمع وخبص ونفخت وقالت ما انا بصراحة بقى حاسة كده انه هيكتشف وان الجوازة دي مش هتتم وخايفة من مقصبت الرقبة اللي اسمها ليلة دي لا تروح تقوله كل حاجة وفيه اسرار طبعة زمانها مش حكيالي وزمان هو اللي يعرفها بس واكيد لو حكيت له كل حاجة هروح في دهر فعاوز اقمن نفسي بشوية فلوس من اللي معاه ده معاه فلوس لو فضلوا يحرقوا فيها مش هتخلص وانا اولى انا جمال ومال وتعليم عالي مش ليلة ليلة لو اعزت اتكلم ياختي كانت اتكلمت من زمان بس انت كبسيحة لما هو سألت عنها وفضل يعمل فيها ويشتم فيها ويستغفر ربنا وانه زه هيتجوزها ليلة خلاص ساقت وحتى لو اتكلمت حبت دلع منك وتقوله ان انتو كنت صحابه بتغير منك هيخليه دوس عليها وبعدين يا حبيبتي هو لو بصلها ما هي معاه في الشركة بقالها 4 سنين هيبصلها دلوقتي ليه اعالي يا بيت وحافظي حافظي عليكم الفلوس اللي معاك بدل ما تخساري وتعيش عشدة الفقر دي بسبب ابوك الام كانت عمالة تدرس لبنتها ازاي هتكسب الفلوس وازاي هتتجوز شريف ومش فهمتها ان اللي بتعمله ده غلط وللأسف الغلط ما نقدرش نلومه على هبة نلومه على ام هبة اللي زرعت الطمع والحقد في قلب بنتها لان القهل تعتهم اللي بربوا بناتهم على الغلط ونرجع نقول البنات بتغلط ليه عقبوا القهل على تربيتهم وعلى تصرفاتهم الأول وبعدين بعد كم يوم كنت داخل الشركة عادي زي الطبيعي بتاعي لقيت واحد اسمه ماهد زمين ووقفنا المصر ياخد رقم والدي لانه عاوز يجيب أمه ويجي يتقدم لي وانا لسه هرد عليه بالرفض لاني للأسف قلبي لسه مع شريف لقيت شريف جاي متعصب علينا ومشى بقل الزو بالأحرى كان عايز يترده وبعدين بصيلي بغضاء اتكلمت باستغراب وقلت في حاجة يا أستاذ شريف جيت ووقفتني وبتبصي لي بصات غريبة وبغضاء هو انا عملت حاجة أستاذ شريف هالقاب يا بنت عم بأستاذ من امتى الألقاب ما بين عمتا مش مهم الألقاب برضو لازم ان تكون موجودة عشان الكل يفهم ان الشغل شغل بس سيبيكي بقى من الألقاب وأستاذ شريف تداري تقوليلي انا جايبك الشركة تشتغلي ولا تتقطبيلي وتشتغليلي حب وغراميات يا أستاذة يا محترمة بص اولا انا مسمح لكش انك تكلمني بالطريقة دي ثانيا بقى انا ما عملتش حاجة غلط شخصي ايجا طلب ايدي وعايز رقم بابا اولا لو انا عمل حاجة غلط فكل الشركة معظمهم مخطوبين او متجوزين الشخص جاي يطلبني في الحلال وعايز رقم اهلي ثانيا لو انا شايف ان انا بعمل حاجة غلط في الشركة فانا همشي عادي خالص بس ما اسمح لكش انك تكلمني بالطريقة دي او تهني انا زي اي بنت بيتعرض علي عريس ومن حقي اوافق او لا عن اذنك يا استاذ شريف هو امشيت وسبت اما هو وقف يكلم نفسه ويقول هو انا ايه اللي دايقني لما لقيتها وقفة معاه ما تقف ولا ما تقفش انا بالي بس انا ليه اتديقتي اوي كده ليه معقولة كن لا لا انا بحب هيب ومستحيل افكر فيها انا اتديقتي علشان هي بنت عام شرفي واي حد لو شافه موقفين كده هيتكلم علي اكيد انا اتديقتي علشان كده او في الليل روحتك العادة من غير ما تسنى شريف اللي عد علي وقال لي ان هو حيروح روحت من غير ما رد علي فانا مش عايز اروح معاه وانا بروحها قابلت اكتر انسان خدعتني في حياتي قابلت هيب كنت بداي ان انا قابلته وبعدين لقيتها بتقول لي وموقفة قدامي وبتقول بكل بجاحة ازايك يا ليل اعمل ايه ما قنتش يعني بشوفك ولا حتى بترن علي ايه ويكوني زعلانة مني علشان اللي حاصل ده نصيب وانا وهو حبينا بقى لا يا حبيبتي مت زعلانة مبروك عليك مبروك عليك من كل قلب هو مش همه حبي لاربع سنين ولا حتى همه مشاعري همه بس شكلي والنعناية مش ملوينة زيك ولا فردة شعري ولا ولا هو همه واحدة تكون زيك وانتي بسم الله ما شاء الله مش همك صداقة العمر همك الفلوس وهمك ازاي تستغل صداقتي واعرفك كل حاجة كات بتحصل بينه وبينه علشان تاخد الفلوس انا مزعلانة منك يا حبيبتي ما جمع الا موافق وانا ان شاء الله بكرا يكرمي بواحد قلب يكون طيب ويحبيني انا لشخصي واقولك على حاجة لو رجع بي الزمن انا ذات نفسي لا هعرفك ولا هعرف شريف لاني ما بحبش الغدارين في حياتي غلطة عمري لما حبيت شريف اللي حبي شك بيني او اكتر محب التفاهم اللي ما بينهم والود والاحترام واني اداته كل حاجة وكانت واقفة معاه في محنته وكانت بستنده وانتي اللي جيت على صاحبة عمري وجيت على كل ده واستغلت الصداقة اللي ما بينه والاسرار اللي بتحكيها لك اللي مش حكيتها لامها علشان توقعي واحد غني يلا عن اذن كنت لسه هذبها وط بس لقيتها موقفاني وبتقول ايه يا ليلة شيطفية كده ليه يا حبيبتي امان لو مستمعت بودنك ساعة ما جبت سيرتك قاعد يستغفر كأن جبت سيرت بليس ولا عزه بالله وبعدين يا حبيبتي هو راجل عنده شركة وكمان دكتور في الجامعة يما هيحب امراته هيحبها تكون باد علشان تبقى ماشية جنبه مالية مركزها مش الكل يبص عليه ويقول مين دي مالزنبي بقى ان ربنا مش خلعك حلوة زي ولا حتى في جمالي مالزنبي ان هو ساعة ما قلتله انا اللي بكلمك جري علي ما هو لو كان حبك ولا كان شفك اصلا كان زمانه حاس ان في حاجة غلط بس بدليله هن بقى ان شهرين مغطوبين وهو مش حاسي ولا شك بحاجة غير شهر كنت مقربة منه يبقى محبكيش وحبني انا وهنا ظهر فجأة شريف اللي سمع كل الكلام بيني وبنهبها فقال بسوت عالي عايزة فهم يعني ايه اللي كانت بتكلمني ليلة مش انت يهب وازاي انت استغليت الموضوع ده لصالحي عايزة فهم كل حاجة الليلة اللي قف ظهر على وشها واتوترت جدا لدرجة مش كانت عارفة تنطق بحرفة واحد اما انا بصيت بقى لحب عمري حب عمري اللي قاعد زي ما هي بتقول يستغفر كأن سرتي ابليس ولا عز بالله وقسعتها قلت وانا ببصله بشماتة وببصله هي كمان بشماتة اللهم لا شماتة بس هم اللي حطوني في موقف زي ده وقلت وانا فرحانة فيهم هم اللي اتنين ايوة يا شريف انا اللي بكلمك من اربع سنين من اربع سنين لما دخلت تاني يا حقوق وانت كنت لسه بتفتح الشركة ومعاك محمد صغير لما قلت لي تعالي تدربي معاك وجيت عندك الشركة وكنت على طول اشوفك مهموم متدايق مني الشغل فكرت اهون عليه بس عارفة ان الكلام بيننا سطح وان انت مش بتشوفني قرب انت عم فقررت اعمل ايه حساب فيك وكلمك مني وحاول اشجعك وفعلا عملت كده اللي كانت تعرف كل الحكاية هي هيبة خطبك لان كنت افكرها صاحبتي كنت افكرها اختي وبعدين في يوم قعدت معها وبدأت تحكيل من ساعة ما قعدت معها لحد ما اقنعتها ان هي ترو وتسأل وصاعاتها كانت على الخط وهي هو سامعات بيستغفر بقول مش لا يا غري هي وصاعاتها ازاي انجرحت وفكرت تقفل الحساب وازاي عرفت من امه كل حاجة وان الهبة ضحك عليهم فهماء ان هي ومارديتش تقوله لانه يستاهل ده ساعتها هو بصيلا بغضب وقال طب وانتي ليه مش جيت وقلتلي ليه مش جيت تفوقين ليه سبتيني كده على عماية ليه كنت حاسس بحاجة غلط كنت حاسس اني مش نفس الشخص كنت حاسس اني مخدوع ليه ليه سبتيني اتخدح لانك تستاهل كل ده ما قدرتش الحب اللي حبته له ما قدرتش اي حاجة كل اللي كنت عايزه واحدة جميلة وتحبك فمقابل انك ما بتديش اي حاجة انت تستاهل واحدة زي هبة انتو الاتنين تستاهلوا بقى طلعوني بقى من حساباتكم واقولك على حاجة من النهاردة ما قلتش حاجة الشركة عندك وكمان انا هوافع على اول عريس جيني فهمني طلعوني من حساباتكم وما عادش ليكم علاقة بي وسبتهم وانا ماشي وانا بحاول اتماسك اه مهنه هو قرب من هبة اللي وقفه مش بتنقطق ولا بكلمه ولا بتدافع ولا بتمفي ولا بتعمل اي حاجة لانه اصلا هو سمحها وهي بتتكلم بلسانها اقرب منها وقال لها انا مش هقولك انت عملت كده لي ولا حاجة لان انا اللي استاهل هي انا اللي معرفتش اقدر حبيبتي وافهمها بقلبي واعرفها وانا واحدة زيك طماعة وهمتني بشكلها وبتمثاليا محبوكها انا بقولك من النهار ده لو انت عايز اعرفك لك بنت عم ولك خطيبة اه اما بقى بالنسبة للدهب والهدايا مع النوم خسارة فيكي بس مبركين عليكي علشان مش عايز حاجة تفكرني بيكي وبعدها طلع شايته هو مدائي وحزين وحكى لامه كل حاجة حكى لها قدي ايه انا كنت واقفة جنبه وقدي ايه كنت بحبه وازاي دخلت هيبة في الموضوع فبوزت كل حاجة فامه ساعتها عالت له وابتسامت رضا جالت كلامي جالت كلامي لما قلتلك لما قلتلك ان البنت دي كل كلامها كده ان هي طماعة زي امها جالت كلامي جالت كلامي اه ضيعت من ايدك البنت اللي طول عمرك بتحبها اللي محبتش غيرها وعلى فكر انت بتحبها بشكلها ومن قبل ما تعرف ان هي اللي بتكلم بدليل النهاردة لما شفت راجل بقرب منها كان هينعليك تقتله تمام انا هروح اتكلم مع ليلة وهحاول اقنحها بالجوازة دي والتي ماهبة دي تنساها خالص من حياتها وبعدها ايجت ميرات عمي عندنا البيت وقعدت مع ماما وفهمتها كل حاجة وماما كانت عارفة ان انا بحبه وامرت عمي طلبت تقعد معايا وقالتلي ان انا كنت غلط لما استخدمت طريقة غلط علشان اقرب من اللي بحبه وكمان كنت غلط لما حفظت على سر وقلت اللي كنت فكرها صديقتي اهم حاجة في العلاقات هي السد والمفروض كنت اعترف لهو مش اروح اقول لصحبتي واتقامر معها ايوه دا كان جزء خطأ لي لان امنت البنت عمي امنت البنت عمي اللي غدرت بي واقنعتني اني لازم اقعد معاه فعلا اقعدت معاه ولقيته بيتكلم وبقول انا بحبك والدليل على كده اني لما شفتك واقفة مع المنظف قبل معرف الحقيقة اتعصبت وصرت عليك كنت مستغرب نفسي بس لما عرفت الحقيقة عرفت ان قلبي بينضبط ليك انت وشايفك انت حبيبته يمكن عقلي وشطاني خلوني اه فريزة ليه هبه بس انت ساعدتيها وانا ساعدتها اكبر بحبك وخلينا نبدأ من جديد ووعدك انه امر ما فيه واحدة تقدر تعد حدودها معايا او تاخد مكانة مش مكانتها من بعض النهاردة قلبي هو مكانك وملكك وعمر ما هيكون لشخص تاني ووافقة اتجاوزيني وفعلا اتخطبنا وقبل طعم الماز جميل جدا وكمان عربية هدية الخطوبة نهى امها اتغاص ومحضرش الخطوبة لما عرفوا اللي حظها وهي كمان نهى اول ما اجالها عريض عنده خمسين سنة بس هيجيب لها حاجات احسن منك واغنى من خطيبي وابن عمي وحبيبي وكل حاجة ليه ووافقت عليه اما انا وهو عيشنا فترة خطوبة مش طويلة ثلاث شهور بس كانوا اجمل ثلاث شهور في حياتي وبعدها ايجي تللت الدخلة الليلة لبسناها عمل لي فرح كبير جدا وبعدها خدنا وروحنا شقيتنا توضينا وصلينا سوا والبسطة اميس جميل جدا ابيض وهو كان واقف وبصير بعيش وبقول لي انا مش مصدق انك باقيت معايا خلاص تقبال تكوني مراتي وتكملي معايا الباقي من عمرنا وانا وانتي نكون عندنا اولاد نفس اوفي اليوم ده تقبالي طبعا اقل هي انت كنت حبيبي وابن عمي وحبيب مراكتي وكل حاجة اللي خليني مش اقبالك انا بحبك اوي وكنت مستنية اليوم ده من زمان بحبك وهفضل احبك لاخر يوم في عمر وفجأة لقيت شايني بين ايديه هو بقول لي بعيش لأ دلوقتي معاش الكلام وقت الخطوبة كان للكلام دلوقتي بس الافعال يا امر انت هو بدأت حياة سعيدة معاه جدا وبعدها بشهرين اشترى بيت مكون مندوري اللي والدته والدتها مع بعض وهو وهي في شقة مع بعض علشان الحياة بينهم تبدأ بسعادة ويبعدوا عن بيت العيلة ومشاكلة ولحد هنا تكون انتهت قصتنا قصتنا بقى فيها عبرة كبيرة اوي والعبرة بتقول ان لو في مشاكل حصلت معاك او في شخص انت بتحبه ربنا كتبته لك مهما كانت الناس مهما كانوا ميل حاولوا يقاسوك وحاولوا ياخدوا الحاجة دي وهي بتاعتك هترجع لك مهما طال الوقت وده مثل عن حاجة بتحصل هي بتاعتنا وهترجع لنا وكل حاجة طبع لواحد هترجع له مهما طال الزمد متمنى ان القصة تكون اعجابكم واذا اعجابكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة ودفعي الزر الجرس دمتم صحة وعافية ترجمة نانسي قنقر